بعد أن كانت نصرة القدس من ذوي الهمم محور العام الماضي عادت وكالة بيتمال القدس الشريف هذا العام تحت شعار تحسين جودة الحياة مسؤولية جماعية لتؤكد على الأولوية التي توليها وكالة بيتمال القدس الشريف لخدمة المدينة وأهلها وخاصة الفئات الهشة منها التي يندرج في إطارها ذوي الإعاقة للتأكيد على ضمان تكافئ القرص تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي يخص الوكالة برعاية كريمة ويوجهها لتنفيذ مشروعات ملموسة يعود أثرها على المدينة المقدسة وعلى أهلها المرابطين وتحت شعار تحسين جودة الحياة مسؤولية جماعية أقامت وكالة بيتمال القدس الشريف الملتقى السنوي الثالث للأشخاص في وضعية الإعاقة لمناقشة وتدارس أحسن السبل التي تمكنها بالشراكة مع المؤسسات المقدسية من تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بحضور ما يناهز مئتي شخص من ذوي الإعاقة ومرافقيهم وكالة بيتمال القدس نظم اليوم الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار تحسين جودة الحياة مسؤولية جماعية وكالة بيتمال القدس ملتقى الثالث الموجه لهذه الفئة المهمة في المجتمع المقدسي والوكالة خصصت يوم بهذه الفئة عرف هذا الملتقى أولاً ليكون محطة للوقوف مع هذه الفئة عبر أوراق علمية وأوراش عبر الاستماع لاحتياجات هذه الفئة ووضع ما يعانونه وما يحتاجونه في مدينة القدس وهم يعيشون وضعاً خاصاً هذا اليوم عرف أيضاً حضور الكثير من المؤسسات ومن الشخصيات التي تمثل هذا المجال وتمثل هذه الفئة في مدينة القدس وأيضاً هذا اليوم عرف أيضاً توقيع اتفاقيات عمل فيها تمكين ذوي احتياجات الخاصة استفيد منها أربع مؤسسات في مدينة القدس الشريف وكانت بيتمال القدس أيضاً من فتحها وعملها مع هذه الفئة تؤكد تخصيصها الحصة الثابتة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل المشاريع التي تنفذها وكل البرامج التي تنفذها وكالة بيتمال القدس الشريف في مدينة القدس وهذه مبادرة كثير حسنة باتجاه المقفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المنطلق من وكالة بيتمال القدس الشريف تحت رعاية ملك المغرب حفظه الله فهذا له أثر إيجابي بدعم هذه الفئة اللي تعتبر هي مهمشة ما إلها الدعم بشكل ثابت وكالة بيت المال اليوم في إلها دور ودور يشار إلها بالبنان بتمكين المؤسسات المطلسية الموجودة في القدس ومن الأهمية بما كان أن الواحد يحكي عن دورها بتمكين هاي المؤسسات بالذات وبدون دعم وكالة بيت المال وجهات تانية أخرى ما بتقدر المؤسسة هي تستمر في وجودها رغم كل هاي التحديات الموجودة شان هي كل الشكر للوكالة يعني وجود هيك ملتقى لأشخاص اللي هم مع إعاقات في منطقة القدس وفي هذا الوقت الحالي هو إشي كتير كتير بيلبي احتياج ملح لأنه بالفعل الأشخاص اللي مع إعاقة بيعيشوا فترات كتير اللي هي صعبة ضغوط متاعب كتير تحديات كتير وبالتالي هم بيحاجل هذا الملتقى اللي كتير بيساعدهم إنهم على الأقل يطلعوا الصوت يطلعوا الأنين الألم الوجع تبعهم وكمان يتشاركوا بشغلات اللي بتأويهم وبتشحنهم وبتأوي عزمتهم عشان يقدروا يتقدموا في الحياة ينخرطوا ينضمجوا أكتر في شكر كبير كبير وتقدير كتير كبير لوكالة بيت المال اللي بتحتضن هيك نشاط في القدس من ثلث سنين لليوم وبشهر أربعة بشهر نيسان اللي طبعا أكيد هاي السنة بسبب أنه فيهن كان رمضان والعيد تم تأجيله لهذا اليوم أنا مفكر أنه هذا الملتقى هو نشاط كتير مهم تعمله وكالة بيت المال في القدس اللي بالفعل له أثر طيب على الأشخاص مع إعاقة وعائلاتهم ومؤسساتهم يعني طبعا المؤتمر أو الورشي اللي بتقام للمرة الثالثة للسنة الثالثة تعالى التوالي من قبل وكالة بيت مال القدس اللي هي مشكورة على هاي الجهود وهي تعتبر محطة في ظل تحديدا محاصرة المؤسسات التي تعمل بالقدس من قبل الوجود المفروض على أرض القدس وبالتالي هاي محطة مهمة ودور مهم ومتميز تحديدا في الظروف السياسية اللي بتعيشها القدس بالسنة الأخيرة من تضييقات متلاحقة ومتزايدة وبتصور هاي وجود ونجاح وقيام على الأرض هذا المشروع وهذه الورشة وبحضور ذوي الهمم وتقديم تجاربهم هاي بتدل على إرادة وتصميم من كل الأطراف القائمين على هذا المشروع والله أنا بوجه رسالة مباشرة لوكالة بيت المال المغربية في القدس الشريف اللي قائمة على هذا العمل وغيرهم الأعمال وأنا بوجه لها كل التحية والتقدير في عملها اللي بعده أنا إنساني اجتماعي واضح جلي والقائمين على بيت المال سواء من سيادة الرئيس الملك أو القائمين عليها عندنا في القدس اللي هذا الأمر يعني أنا بأحده لأول مرة يعني من خلال بيت المال اللي هو بيقوم بهذا العمل فأجينا المزيد المزيد من هذا العمل المزيد من هذا العمل وإحنا معهم اليوم موجودين أول إشي راح نوقع اتفاقية مع الوكالة لجمعيتنا وهذه راح تساعد الجمعية في عدة مجالات من بينها يعني أحكي التدريب على الموبيلة الحركة تنين على دعم القدرات ذوي الإعاقة البصرية همم كبير بذوي الإعاقة في مدينة القدس هذا إشي رائع جداً ومنطلب إنه يستمر هذا الجهود والمساعدة لذوي الهمم في مدينة القدس شو كان كتير على الطاقات الإيجابية اللي أعططوها للناس ذوي الإعاقة اليوم إحنا نتوجهونا بيت مال المغاربة بسبب إنه نعرف عن حالنا مع احتياجاتنا من اللوتس وكل اللوتس